والحقيقة لوزيرة التخطيط بتشارك بالمنتدى المصري الباكستاني احتفال بمرور 70 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين شاركت دكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري بافتتاح المنتدى المصري الباكستاني والذي اقيم على مدار يومي 24 و 25 سبتمبر الجاري احتفالا بمرور 70 سنة على اقامة علاقات دبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وباكستان وطبعا من جانبها اكدت دكتورة هالة السعيد على ان المنتدى بيمثل منصة هامة للحوار ودعم سبل التعاون بين شركاء التنمية في كل من البلدين الشقيقين حيث يأتي المنتدى متصقا مع توليء ما توليء القيادة السياسية في البلدين من حرص واهتمام بدفع وتنمية علاقات التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات اضافت في نفس السياق الدكتورة هالة السعيد ان هذا التعاون المشترك بين البلدين بيعزز عضوية البلدين المشتركة للعديد من التجمعات والتكتلات الاقتصادية الدولية والاقليمية والاسلامية من بينها منظمة المؤتمر الاسلامي والتي تضم 57 دولة ومجموعة دول الثمانية النامية